السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي الكرام أهلا وسهلا بكم مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي كانت مننا ويلقاكم بصحة وعافية وأحوال تامة وبطبعة الحال دائما مع آخر الأخبار وآخر المستجدد فاليوم إخوان أخواتي قد نتكلم على الجزائر بلاحية بلاحشمة وزور تاريخ اعتراف المغرب بموريطانيا كذلك قد نشوف العائلة الفلسطينية المقيمة بالمغرب بتواصل إساء أو تطول لحل المغربة فبقوا معي الإخوان شوفوا التفاصيل دي لهاد المواضيع دائما كنتمنى منكم أنكم دعموا هاد القناة بالضغط على الزر إعجاب كذلك منسوش أننا نبرتجوا هاد الفيديو مع الأصدقاء ومع الأحباب فعلى بركة الله ندخلوا أصول بالموضوع ننسى أيضا أنه في عام 1969 بعد أن حرق المسجد الأقصى دعا جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني إلى مؤتمر إسلامي وكان في ذلك الوقت لابد أن تحضر موريتانيا وموريتانيا لا يعترف بها المغرب فأصر جلالة الملك من أجل فلسطين أن يضحي وأن يعترف بموريتانيا حتى تحضر هذا المؤتمر وتبدأ بداية المؤتمرات الإسلامية وتكون المغرب هي أو جلالة الملك هو رئيس للجنة القدس ومنذ ذلك التاريخ والملك يترأس هذه اللجنة كما اسمته إخواني أخواتي وعلى ليسان الرئيس السلطة الفلسطيني محمد عباس كيفاش كيتسكلم على التاريخ كيفاش كيقول باللي المغرب ضحى وعترف بموريتانيا من أجل فلسطين ومن أجل الأحداث اللي كانت في سنة 1969 أي أن المغرب اعترف بموريتانيا سنة 1969 فالرحيل الحسن الثاني رحمه الله استقبل الرئيس الموريتاني في القمة الإسلامية اللي كانت في الرباط والتي عقدت من أجل القدس والأحداث اللي كانت أنا ذاك فالمضحك في الأمر الإخوان أن قناة جزائرية الرسمية وكالة الأنباء الجزائرية خرجات كالعادة ديالها واللي معروفة بالكاذب ومعروفة بالتزوير والنبش في التاريخ باش تزوره وكتجيب وكتنشر أمور اللي ما كيناش نهائيا أمور شي حاجة ما كيناش اليوم نشر واحد المقال أو هاد القناة نشرت واحد المقال في سب وقدف والشتم للمغرب بواحد المستوى دني مستوى راضي جدا هنا كيبينوا على الأخلاق ديالهم كيبينوا على أنهم ممربيينش خطب متدني وشوفوا الواقحة في نوصلتهم المقال شلو كيقول ولم يعترف المغرب بموريطانيا إلا بعد مرور 12 سنة وهذا بفضل قمة الجزائر سنة 1972 شتور إخوان الكاذب هاد القمة قمة الجزائر سنة 1972 لها ما كانش نهائيا قال لك القمة التي ضمت الرئيسين الجزائري هو ريبومدين والموريطاني مختار والدده وملك المغرب الحسن الثاني رحمه الله حيث سمحت مخرجات هذه القمة بإنهاء 12 سنة من الإنكار كانت خلالها الحكومة المغربية تضم وزير للشؤون الموريطانيا هنا إخواني أخواتي كيتكلموا له واحد القمة اللي أصلا ما كيناش ما كيناش على أرض الواقع يعني المغربة تارف بموريطانيا سنة 1969 أثناء القمة الإسلامية المستعجلة من أجل قدس وأنا داك تأست هذه اللجنة أو تأست لجنة القدس اللي كان اليوم والرئيس ديالها الملك محمد السادس حافظه الله فهدي فضيحة من العيار تقيل قال لك باللي المغرب أعترف بموريطانيا بعد مورور 12 سنة وهاتش بفضل الجزائر الجزائر مخص هاش تسمع شي حاجة لها المغرب من أجل فلسطين هادو خاصهم يسمعوه الجزائر جزائر جزائر أو الحضيرة 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 المغرب فعلا ضحى من أجل فلسطين واعترف بموريطانيا اللي هي أصلا أراضي مغربية ولكن هاتش من أجل فلسطين ومن أجل القدس ولكن الخسائر خاص هاتبين باللي المغرب أعترف بموريطانيا بفضل الجزائر أما الآن غادي نتقلوا لبعض الناس اللي كلاوا والغلة وسبوا الملة هاد الصورة اللي أمامكم هي لقناة العائلة الفلسطينية هاد الناس هربوا من الشرق الأوسط وجووا للمغرب من أجل استقرار المغرب من طبع دياله كريم المغرب دار معهم السواب دار معهم الواجب من أجل استقرار كرموهم المغاربة داروا ورقتهم سيد الأب ديالهم حيث كان بغي يجيب ولداته وقفوا معاه المغاربة لأن تفاجأة أن هاد العائلة الفلسطينية تسيئ للمغرب والمغاربة وكالطاول على المقدسات ديال الأمة المغربية بل وصلت بها الواقحة وصلت بها الواقحة أن تسيئة إلى اليهود المغاربة يعني لبعض اليهود المغاربة اللي عايشين هنا في المغرب في بلادهم أصلا هما مغاربة بلادهم أرضهم تاريخهم وموطنهم هاد العائلة الفلسطينية تجوزت كل حدود تجوزت كل درجة الواقحة فبدل أنهم يخرجوا ويعتذروا عن الإساءة للمغرب كي يزيدوا يؤكدوا للمغاربة بل إحنا يبغي نسئ لكم ومن أجل ذلك ها هي قناتهم يعني قنات فلسطينية مغربية شوفوا الإخوان حتى القنات سموها مغربي باش ويحاونهم المغاربة باش هاد القنات تكبر وحنا يبطبع ديال نحنا المغاربة قلوبنا حنان كان وقفوا مع البراني كان دعموا البراني ولكن هاد النوع من البشر كيما قلت لكم كلاو الغلة ونسبوا الملة هادو الإخوان تطاولوا على المغاربة والأكتر من ذلك لأب ديال هاد العائلة رفض أنه يعتذر وخرج كيكتهم المغاربة كيقول بلي المغاربة بغيني نوضوا الفتنة فليهذا إخواني أخواتي المغاربة دروا واحد الحملة حملة ضد هاد القنات كيما كتشوفوه كانت 180 ألف مشترك رجعت 178 ألف مشترك وهاد شي الإخواني نشجلت لكم الفيديو يعني كان في الصباح ولكن من هنا للمساء رغضي نشوفو بلي الاشتراكات نقصت في هاد القنات لأن من المغاربة كيقرروا أنهم يديروا حملة رحتك يجيبوها الارض فمن هاد المنبر إخواني أخواتي المغاربة يدعونا كل مغربي أنه يسحب الاشتراك من هاد المنافقين ضد هاد المسترزقين من بعد ما المغاربة داروا معهم الواجب ومع ذلك كيقرروا لتاريخ المغاربة وكين فيديوهات كتبت هاد الكلام فهدو غير سحب لهم أنهم فلسطين خاص نحنا يا كمغاربة نعملوهم بأعلى المقام فاللي ما عارفين شهاد المرتزقين أننا نحن المغاربة لن نسمح لأي أحد كيفما كان فلسطيني أو غير فلسطيني أنه يتطاول على الأمة المغربية وعلى المغاربة والأكثر من ذلك خارج بفيديو كيتهم المغاربة قبل صنع الفتنة دابا مليك كندافعوا على أنفسنا وكندافعوا على بلادنا وما كنخلي واحدة يتطاول علينا أو يتطاول علينا أو يتطاول علي بلادنا فبلاس ما يخرج يعني هاد الأب ديال هاد العائلة ويعتذر للمغاربة وخل حاليا الاعتدار دياله وراهم مرفوض لأن المغاربة ما غديش وقفو الحملة ديالهم ضدهم خرج اليوم دار واحد الفيديو يتباكى ويتداعي المظلومية والمؤامرة ويقول كبلي هاد مؤامرة من فلسطين صراحة كيف فكرنا الكلام دياله بلايقين فوق ما تكون شو مصيبة عندهم أو ش انتكاسة خاصهم يجب دو النظرياء ديال المؤامرة فمن هاد المنبر ندعو المغاربة انهم يسحبوا الاشتراك من هاد القناة الفلسطينية التي تتطاول على كل ما هو مغربي وتوسئ للمغاربة فتحية لكم كبيرة شكرا للحسن المتابعة كذلك ما تنسوش انكم تدعموا هاد القناة اشتراك وهذا بطبيعة الحل فضلا منكم وليس امرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتقبل الله منا ومنكم صالحة الاعمال